بدأ ألاف الإسرائيليين في الاحتشاد وسط تل أبيب في تظاهرة جديدة ضد خطة نتنياه للإصلاح القضائي تحت عنوان يوم الفوضى في جميع أنحاء البلاد ويخطط منظم الاحتجاجات لأعمال متنوعة وأخرى وصفها بالحازمة تهدف إلى وضع حد لخطة التعديلات القضائية ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء إسرائيل وبحسب المنظمين فإن احتجاجات اليوم ستبدأ أسبوعا غير مسبوق من المقاومة المدنية والعصيان على خطة الحكومة المتعلقة بالقضاء وهذه مشاهدين صور مباشرة من تل أبيب حيث كما تظهر أعداد المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى إلى ازدياد مع دعوات الناشطين المدنيين لكما يسمونه ليوم الفوضى حتى الساعة كان في بعض المصادر تتحدث حتى عن سقود أحد الجرحى من المتظاهرين خلال مشاركته في هذا اليوم الاحتجاج الطويل حيث يبدو بأن الشارع الإسرائيلي لا يزال مصرا والمعارضة الإسرائيلية لا تزال مصرة على المضي قدما في معارضة خطة نتنياهو الإصلاحية كما يصفها لنظام القضاء الإسرائيلي طبعا تأتي بعد سلسلة تظاهرات لأسابيع عديدة كان في تصعيد من قبل الشارع ولا تزال الحكومة طبعا في مسألة أخذ ورد فيما يتعلق بتأجيل هذا مشروع القانون هذا معنا من القدس مرسلنا نضال كنعنا ونطلع معك أكثر نضال على هذا اليوم يوم الفوضى كما يسميه الناشطون والمتظاهرون في إسرائيل الطرق معظم الطرق أغلقت وأعداد المتظاهرين إلى ازدياد كيف هو الوضع لديك؟ نعم منذ ساعات الصباح المبكرة آلاف المتظاهرين أغلقوا عدد من الطرق الرئيسة خاصة في منطقة تل أبيب وضواحيها هؤلاء يقومون بحركة الفر والكر يقومون بإغلاق بعض الطرقات لم يعلنوا مسبقا عن الطرقات التي سيقومون بإغلاقها الشرطة الإسرائيلية لغاية الآن تقول بأن كل الطرقات التي تم إغلاقها قد أعيد فتحها حتى الآن الشرطة أعلنت أنها اعتقلت 17 متظاهرا قاموا بإغلاق الطرقات أيضا تم الإعلان بأنه سيتم تشويش حركة القطارات في إسرائيل وبالفعل منذ ساعات الصباح كان هناك عدد من التظاهرات في محطات القطار في منطقة تل أبيب من أجل تشويش حركة القطارات التظاهرات أيضا وصلت إلى مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية حيث تم إغلاق المدخل الرئيس لوزارة الدفاع وتم تنكيس الأعلام على مدخل وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب أيضا تم إغلاق مبنى البورصة في تل أبيب تحت شعار بأن إضعاف الغضاء سيدر بالاستثمارات وسيدر بالاقتصاد الإسرائيلي التظاهرات ما زالت مستمرة هناك أيضا متظاهرة أصيبت بجراح خطيرة جراء دهسها بعد قيامها ومشاركتها في إغلاق واحدة من الطرقات في منطقة تل أبيب أيضا هناك حركة العصيان ما زالت مستمرة رئيس هيئة الأركان قبل قليل توجه إلى الكنيسة الإسرائيلي إلى لجنة الخارجية والأمن حيث أعطى لمحة لأعضاء هذه اللجنة عن حالة التمرد داخل الجيش الإسرائيلي أيضا هيرتس هاليفي رئيس هيئة الأركان قال بأن من يدعو إلى العصيان داخل الجيش يمس بشكل مباشر بأمن إسرائيل هذه الاحتجاجات كانت بالأمس أيضا موجودة في المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تعهد للرئيس الأمريكي بأنه سيحاول الوصول إلى إجماع شعبي على حد قوله حول قضية قوانين إصلاح الخضاء كما يسميها نتنياهو وهي ستكون حاضرة اليوم أيضا في لقاء الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ مع الرئيس الأمريكي في واشنطن اليوم والتظاهرات ستصل إلى هناك أيضا بالطبع أمام هذا المشهد يوم الفوضى كما يسميه الناشطون ضغط المعارضة عصيان الجيش وما إلى هناك كيف يراقب المراقبون والأوساط المحلية الإسرائيلية وضع نتنياهو وخيارات حكومة نتنياهو في ظل هذا الضغط حكومة نتنياهو تبدو ضعيفة ونتنياهو شخصيا يبدو أضعف من أي وقت مضى بالنسبة لحكومة نتنياهو وزراء حكومة نتنياهو المتطرفين هم تقريبا من يديرون هذه الحكومة وهم يريدون الاستمرار في هذه الخطة كانت هناك تصريحات مثلا للوزير إتمار بن كفير الذي قال بأن القانون الذي يجري التباحث حول سنه الآن في البرلمان الإسرائيلي ما هو إلا افتتاحية للقوانين وأنه إذا ما كانت الأمور تعود إليه فإنه يريد سن كل هذه القوانين بغض البصر عن الرأي الشارع الإسرائيلي والتظاهرات طبعا هذه التظاهرات تضعف الحكومة الإسرائيلية وكل الوقت هناك ازدياد في حركة المعارضة في إسرائيل وهناك قطعات جديدة تنضم إلى الاحتجاجات الآن هناك تهديدات من الغرفة التجارية من الصناعيين في إسرائيل وأيضا من الأطباع الذين يطالبون بإضراب تحذيري ليوم واحد للحكومة الإسرائيلية حول ضرورة واقف هذه القوانين شكرا لك نضال كاننا مرسلون من القدس